مصر من أكثر الدول اللي عانت في ملف الإرهاب ويمكن على مدار 7 أو 8 سنين فاتوا احنا زقنا ويلات الإرهاب في كل مكان كان أكثرها في سينة 90% من الجرام الإرهابية كانت في سينة حتى ظهور العملية الشاملة وشفنا قد إيه رجال الشرطة والجيش كانوا إيد واحدة في السنوات اللي فاتت وبدمهم احنا بنينا الجمهورية الجديدة بنينا مصر الجديدة بدمهم وتضحياتهم وشجعتهم وبطولتهم هما والجنود وأمناء الشرطة وكل أفراد المنظومة الأمنية مع أشقائهم في الجيش المصري يقدروا يسيطروا على الإرهاب ويتحروا تماما لو احنا رجعنا الخريطة هنلاقي الكيرف كان عالي جدا في 2014 علف 15 علف 16 وصل زروته في 2017 ولكن هذا المعدل نزل خالص والحمد لله انت لو قررنا ما بين العمليات ندخل مثلا في 300 أو 400 عملية إرهابية طوال السنة في 2015 و2016 و2017 المعدل ده قل كتير في 2018 قل أكتر وأكتر في 2019 قل بشكل نهائي في 2021 يعني يمكن في 2021 ما سمعناش عن أي عملية إرهابية في القاهرة والجيزة والسكندرية شفنا دم كتير سهل من أخواتنا في الشرطة والجيش شفنا ضابطات يمكن أول ضابطة شهيدة سقطت في الشرطة المصرية كانت هي حارسة على كنيسة الإسكندرية حين تم استهداف كنيسة طنطة وكنيسة الإسكندرية ويومها لولا أنه هذا الإرهابي منع من الدخول ووجود بوابة إلكترونية أو تتذكر الفيديو وإحسام وشمانة طبعا الفيديو اللي كان موجود حاجة مهمة جدا جدا والأتنين حصلوا في نفس الوقت حدثة توازي بالتوازي ولكن يمكن إحنا عندنا هنا فيه الكشف عن الجريمة بشكل عام وصلنا للمرحلة عالية جدا فيه وده ياخدنا عزرا لسؤال مهم جدا جزء من موجهة الجريمة هو القضاء عليها قبل حدثها طبعا وده أظن أننا تفردنا فيه في الفترة صحيح فكرة الجريمة أو التعامل معها هو الاستباق الاستباق من أسرع فيه وقف أو منع الجريمة الجريمة الإرهابية يعني لو حضرك تتذكر الشهيد رمهلال لما استشهد فيه منطقة الحسين كان بيلاحق إرهابي هم عملوله تتبع على مدار ساعات لحد ما وصلوا لمكانه ولكن في لحظة غدر فجر العبوة اللي كان حاطتها على ظهره ده برضو الكاميرات رصدت لنا رصدت لنا ده الواقع دي قدها مرة واثنين وتلاتة وعشرة يعني العملات الإرهابية اللي بنشوفها اتكشف قدها كتير جدا 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 واتمنع كتير جدا جدا وبسببها وقف سيل الدماء سواء دماء الشرطة والجيش أو المواطنين العاديين يعني فكرة أيضا لو حدك تتذكر أول مبارح كان فيه تكريم لأسرة شهيد محمد الحوفي هذا الضابط الأمن الوطني الراقي المحترم اللي دفع حياته سمنا لمواجهة مع بقرة إرهابية وقدرنا نخلص يعني أو درت الأجهزة الأمنية تسيطر وتخلص عليها كانت في عمارة في الأمريا وكانت منقولة لايف على هواء في قناة سي بي سي في هذا التوقيت الشهيد الحوفي عليه رحمة الله هو اللي قادر المهمة ودفع حياته تمن ولكن التمن ده هو وزميله ده اللي احنا بننا بمصر ده اللي بقينا بيه في حالة استقرار بقت السياحة رجعت بقت مصر دلوقتي مرشحة أنها تمسك رئيس المنتدى الدولي للإرهاب هي والاتحاد الأوروبي في مارس اللي جاي وليه لأ علشان نحكي تجربة مصر في المواجهة ما حدش ساعدنا وما حدش مد إيده إلينا كانت سينة اتحولت في فترة من الفترات لمنتخب عالمي للإرهاب لو حدك تتذكر مسلسل الاختيار اللي وثق اللي حصل في سينة وحصل في مصر باحترافية شديدة لو لسه لازال التوصيق مستمر فاكر حلقة ننتظر بزء جديد في رمضان السنة دي إن شاء الله طبعا حلقة القناص لما القناص قالك ده جايبين لنا محترف أجنبي فنحن كنا بنتعامل مع بيوش من الإرهابيين موجودة في سينة مدعومة من كثير من الدول قدرنا بإرادة وبعزيمة وبتضحيات إن احنا ننهي كل هذه العملات الإرهابية ونقضي على الإرهاب في شمال سينة القضاء على إرهاب في شمال سينة ما كانش هو الهدف بس ولكن تعمير سينة كان هو الهدف الأكبر والأشمل والأعام إزاي حولنا هذا المجتمع ممكن باهمان سلاح يا فندم برضو السلاح للقضاء على الإرهاب فكرة التعمير هو السلاح مضموط طبعا التعامل مع الناس فكرة إنشاء بيوت هناك في سينة إنشاء مجتمعات زراعية إنشاء مدارس إنشاء متشفيات تحويل حياة إخواتنا في سيناء في مدن سيناء جميعا رفحوا الشيخ زويد وبير العبد ونخلوا حتى مدن الوسط زي إحنا نحتوي دول ونرجعهم تاني لحضن مصر ناس وطنية جدا ناس بتحب مصر جدا ناس مخلصة جدا وقفت ضد الإرهاب وكتير منهم دفع حياته تمن لمواجهة الإرهاب تمن لمساعدة أشقائه في الجيش تمن لنقل معلومة زي ما هم وجهوا المحتل من سبعة وستين لتلاتة وسبعين وجهوا الإرهاب وكانوا يدم بيد مع الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب وتعالى لنا